طيب ميستر موسيماني وحضراتكم عافين بعد المباراة والده اللي لعبها الفريق مع مصر التأمين الفرقة ولأول مرة من زمان يعني واحد مش فاكر من امتى تاخد راحة سلبية لمدة 6 ايام وبناء عليه ميستر بيتسو موسيماني قرر ان هو يغادر القاهرة عشان يرجع لجنوب افريقيا في اجازة يعني قصيرة جدا لغاية لما يرجع ان شاء الله باذن الله يوم الخميس الجاي عشان يقود البارد الاحمر طبعا في تدريباته واستعداداته لمواجهة الترجي بعد ما تنتهي الراحة السلبية يوم الخميس الجاي ان شاء الله النادي الاهلي يستقنف تدريباته مرة تانية اعتقد انها فترة راحة مفيدة جدا ومهمة جدا لابطالنا قبل ما يرجعوا للتدريب مرة تانية اعتقد ان الاهلي يمكن هسافر قبل المباراة بحوالي 4 او 5 ايام عشان يتأقلم مع الجو هناك ويبتدي استعداداته بقى لمواجهة تولس نهار ده يوم تاريخي